اهلا بك عزيزي المشاهد وهذه الحلقة الجديدة من برنامج شخصيات كتابية في بداية هذه الحلقة حبا اقرأ لك آية من سفر القضاء أصحاح 6 آية الرقم 14 فالتفت إليه الرب الرب يلتفت إلى جدعون فالتفت إليه الرب وقال اذهب قوتك هذه وخلص اسرائيل شعب الله في العاد القديم من كف مديان اما ارسلتك عزيزي المشاهد كما التفت الرب الى جدعون الرب يلتفت إلينا ربي بيبصلك وبيقول لك اذهب بقوتك لن تفشل ما تقولش انا امكانياتي اقل من الامور المطلوب ان انا اعملها لن تفشل الرب مش اله تعجيز بيقول لجدعون اما ارسلتك طالما انا اللي بعدتك خلاص لا تفكر في امكانياتك لا تفكر في قدرتك قوتك مدام انا اللي بعدتك انا مسؤول انا اجعلك ناجحا عزيزي المشاهد في اي وقت تحس ان الشغل فيه اعاقات ضخمة تعمل ايه تقولي يا رب انا رايح الشغل ده بمشيئتك ارسلني الى العمل لما تقول الرب بعتني اشتغل ابعتني الى شغلي خلاص متخافش بقى متخافش انك امكانياتك اقل متخافش ان اعدائك كتير ما دمنا بنتحرك فيه مشيئة الرب الرب لان يتركنا للفشل في اي عظيمة بتقول كده لا نفشل وفي اي عظيمة بتقول كده اله السماء يعطينا النجاح والرب بيبص بيلتفت الى جدعون بيقول له ما تفكرش قوتك قد ايه انا معاك قال له كده اذهب بقوتك هذه وانا ما تخافش بقى انا هضعف اعدائك امامك قال له اني اكون معك والرب بيبصر لي وبيبصلك وبيقول لي وبيقولك انا معاك الرب بيقول لي انا معاك خلاص مفيش مشاكل مفيش جبال هتعوقني الرب بيقولك انا معاك خلاص ما تفكرش في بكرة لعني بكرة احسن من النهاردة ما تفكرش ما تفكرش بمعنى ما تشيلش هم ما تشيلش هموم الغد الرب بيقول كده لا تهتم بالغد مش معناها ان انا ما جهس نفسي لبكرة ما جهس لبسي لا مش ده المعنى لا تهتموا بالغد الكلمة هنا يعني ما تشيلش هم امتى الانسان يشيل الهم لو في احتمال انه يفشل بس ما فيش هذا الاحتمال ليه لان انا ماشي مع الرب والرب يضمن نجاحي عزيزي المشاتر لما الرب بيقول اني اكون معك خلاص ما فيش مجال للهم ما فيش مجال للخوف لاني ما فيش مجال للفشل الرب مش هيقولي اكون معاك ويسيبني اه اتحطم واتضمر لا باسم الرب يسوع نبقى زي جدعون كده ما نخافش رب لما قال له كده خلاص كل حاجة تغيرت وبيقول له كده انت انت هتواجه جيش ضخم جدا الجيش ده كإنه واحد ده جيش كتير الاف يقول له ستضرب المديانيين كرجل واحد يعني الجبل الكبير قوي 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 اللي قدامك ده هيبس غير قوي 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 جيش الكبير قوي 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 هيبك انه جندي واحد مع الرب الاعقاد تتصاغر 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 وزي ما بيقول سفر اشعياء تكون كلا شيء تكون كالعدم وفي اي وقت اشعر ان انا ضعيف اتذكر الرب بيقول لي مالكش دعوة انا هكون معاك ستضرب المديانيين زي ما يكونوا بقيوا جندي واحد كرجل واحد واتذكر كلمات الرسول بوليس اللي قال فيها حينما انا ضعيف انا شايف نفسي ضعيف ضعيف لاني حوالي ناس متعبين بس ولا يهمني حينما انا ضعيف بوليس بيقول فحين اذن انا قوي بالرب بالرب لن يستطيعوا ان يدمروني بالرب لن يستطيعوا ان يصيبوني بالقلق والهم بالرب لن انهار بالرب ستظل معنوياتي مرتفعة بالرب زي ما الاية بتقول سا اظل ساكون دائما في الارتفاع ودائما من مجد الى مجد عزيزي المشاهد لازمنا ندرس الملك الالفي الشخصيات اللي فيه هذا الملك قلنا ان الرب سيملك على مماء الارض في الالف سنة اللي في نهاية الايام واللي هيبوا معاه في الحكم يعني الحكومة بتاعته مجموعة قلنا عليها انهم السماويون لماذا اطلقنا هذا الاسم عليهم اللي هيملكه مع الرب الحكومة يعني المحافظ بتاع البلد دي الرب هيقيم واحدة على مدينة على مدنتين على تلاتة شرحنا ده قبل كده مجموعة اللي هتملك دي اسمها ايه السماويون ليه لان كلهم هيبوا عندهم اكساد غير الاكساد دي الجسد بتاعي ده ترابي الى التراب يعود كل اكساد البشر لا دول هيبوا عندهم اكساد غير ترابية شفنا في الحلقة اللي فاتت ان فيه رسالة كرونسوس الاولى اسمها اكسام روحانية جسم روحاني يعني جسم ما بيموتش جسم ما بيجعش جسم ما بتعلمش اكسام اه واخدة من شكل الجسم الترابي لكنها مش ترابية اكسام روحانية جسم روحاني في كرونسوس الاولى اسمه جسم ايه سماوي وعشان كده سمينا اللي هيحكم مع الرب السماويون لان كلهم عندهم الاكسام السماوية وقلنا ان الاكسام بالنسبة لمؤمنين العهد الجديد لان السماويين دول عبارة عن ثلاث مجموعات مجموعة هي مؤمنين العهد الجديد الحقيين مجموعة تانية مؤمنين العهد القديم الحقيقيين والمجموعة التالتة دول الشهداء بتقود فترة الضيقة اللي هي سبع سنين المجموعة التلت مجموعات دول كلهم كل واحد فيهم عنده جسم روحاني عنده جسد جديد اللي بنطلق عليه الجسم السماوي وا اقول مرة كمان قلت ده في حلقات الحلقة اللي فاتت وحلقات قبل كده لكن للأهمية اقرأ كمان الاية اللي فيه رسالة كونس الاولى اصحاح خمستاشر كما لابسنا صورة الترابي سنلبس ايضا صورة السماوي يبقى الجسد ده اللي هيبقى لمؤمن العهد الجديد في الملك الالفي هيبقى صورة السماوي والسماوي ده الرب يسوع وقلنا باختصار الأجسام السماوية هي شبيئة لجسم الرب يسوع بعد القيامة جسمه بعد الايامة كان جسمه بيعياش آسف ما بيتعبش يعني لا يصاب بالاعياء ولا يعتش جسم الرب قبل الصليب كان بيعطش لان عطشان جسم لا يعتش لا يجوع غير محتاج للنوم قبل الصليب الرب كان بينام والرسول يحنى لا ننسى أبدا هذه الآية بيقول كده ان في الاختطاف ايه لا يحصل ارى لك الآية رسالة يحنى الرسالة الاولى الاصحاح الثالث في بداية هذا الاصحاح بيقول كده نعلم انه اذا اظهر ايه اذا اظهر الرب الا يحصل اذا اظهر نكون مثله هنكون مثل الرب طبعا مش هنكون مثل الرب في لهوته لا الرب في لهوته لا محدود في كل مكان لأن الرب يسوع الاله الانسان عنده طبيعة لاهوتية بيها هو لا محدود وعنده طبيعة بشرية خدها لما تجسد ده الناسوت اللي هو الانسانية خد الانسانية ده ده الجسد الانسانية بتاعة الرب دي هي اللي هنبى زيها بس مش انسانيته قبل الايامة لا قبل الصليب لا انسانيته بعد القيامة سنكون مثله في الحتة دي لأننا سنراه كما هو اذا اول مجموعة من السماويون اللي هيملكوا مع الرب ههم مؤمنين العهد الجديد وامتى مؤمنين العهد الجديد هياخدوا الاكسام دي ويبقوا سماويون امتى في الاختطاف وقلتلك ان الاختطاف هيبقى قبل الضيقة ليه لان الضيقة بتمثل غضب الله على البشرية وعندنا ايات في رسالة تسالونيكي الاولى بتقول ان الرب هينجينا من هذا الغضب مش هنتعرض للغضب ده لان ده غضب بسبب خطايا البشر والرب يسوع احتمل الغضب ده بدنا كل غضب بسبب الخطيئة الرب احتمل وبدنا على الصريب عشان كده مش هيجي علينا هذا الغضب وإيه اللي هيحفظنا من هذا الغضب الاختطاف وفي الاختطاف هيبقى عندنا الاكساد الممجدة وقلنا في الحلقة اللي فاتت بعيد برضو للاهمية ان في رسالة كرونس التانية واضح ان الجسد الممجد ده مراس لينا متشال زي ما بتقول بطرس في رسالته اعتقد التانية انه محفوظ لينا كل انت امنت بالرب يسوع بيتو من حقي مش هتتعرض للغضب وإيه اللي هيحصل في الاختطاف لي التباو الحقيقي يبقى ليك في السبا جسد ممجد محفوظ دي في الاختطاف هتاخد هذا الجسد الممجد بدل الجسم الطرابي ده عزيزي المشاهد قلنا كمان بالنسبة لمؤمنين العهد الجديد انهم بيقنوا بيقنوا في اكساتهم فين نرى الاية مع بعض من كورنسس التانية العصحاح الخامس يعني ايه بيقنوا اقرى الاية بيقول كده نحن الذين في الخيمة الخيمة اللي هي الجسد ده خيمة لانه مش ابدي مش يعيش للنهاية زي الخيمة لازم تتفك مش بيت بقى عظيم يعيش طويل لا فاننا نحن الذين في الخيمة نقن 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 ليه عشان مشتاقين نقن مشتاقين في ايه اتنين عندنا اشتياق ان الاختطاف ييجي ييجي الاختطاف ييجي الرب ولما ييجي الرب الخيمة دي مش يبقى لها وجود وانا مش اموت لو جي الرب لو جي الاختطاف من عرضه ايه مش اموت هما لا يحصل لأي يقولك لان مشتاقين ان نلبس فوق الخيمة مسكننا الذي من السماء ايه المسكن بتاعنا اللي من السماء ده اللي الجسد الجديد ده الجسد الممجد اللي شكل جسد الرب يسوع بعد القيامة نعين مشتاقين الى ان نلبس فوق مسكننا الذي من السماء يبقى في الاختطاف كل المؤمنين في العاد الجديد سواء اللي ماتوا او اللي عايشين اللي هبوا عايشين على الارض هيلبسوا ايه ايه المسكن الذي من السماء هيلبسوا ايه زي ما قالت كورونسوس ودي كورونسوس الثانية صاحب زي ما قالت كورونسوس الاولى الاصحاح خمس عشر هنالبس ايه يقولك هنلبس السماوي عارة الاية سنلبس ايضا صورة السماوي وبن ان عشان عايزين ده عايزين ده يحصل عايزين ده يحصل بسرعة عايزين الرب ييجي آآ ونصلي زي بطر اسمهال من اجل سرعة ان الرب ييجي وبنقول زي سفر رؤية امين تعالى ايها الرب يسوع بنقول له تعالى عشان عايزين نلبس الجسم الروحاني عايزين نلبس ايه صورة السماوي عايزين نبأ سماويون بناءن والانين ده كمان اتكلمت مش بس رسالة كروس الاولى هي اللي تكلمت عنه انما ايضا رسالة رمية رسالة رمية الاصحاح ايه اصحاح تمانية بيقول كده ان الخليقة نفسها ايضا الخليقة الكود اعرى الاية بيقول ايه لان انتظار الخليقة يتوقع استعلان ابناء الله اذا اخضعت الخليقة للبط ليس طوعا مش اختيارية اه بل من اجل الذي اخضحها من اجل ادم ادم لما اخضحها اللي هو اخضحها للبطل اخضحها للفساد الخليقة الكرة الارضية دي فسدت بسقوط ادم والخليقة نفسها ايضا ستعتق الخليقة ستعتق من عبودية الفساد ده امتى ده في الملك الالفي بالملك الالفي كمان هيلمس الكرة الارضية وعشان كده اه اه في رسالة في كلمات الرسول بطرس في اعمال الرسل في اصح تلاتة يقول لك ده هيبقى زمن رد كل شيء يعني الحاجات اللي بازت في الارض نسيجة سقوط ادم هترد كل حاجة وحشة في الارض هترد الى زي ما خلقت يقول لك ده الكتاب ان الخليقة نفسها ستعتق من عبودية الفساد وبعدين يقول في ايه اتنين وعشرين فاننا نعلم ان كل الخليقة تأن الخليقة بتأن وتتمكن ده تعبير ان الخليقة تعبانة فيها كوارث فيها زلازل فيها براكين فيها اه امور صعبة فيها حيوانات بتفترس الناس فيه في البحر فيه اه اسماك رهيبة اه زي سمك الارش الخليقة تعبانة ايه اللي خل الخليقة تبه كده ادم لما هو يعفل خطيئة لانه هو اللي كان يملك على الارض فبسقوطه الارض تعبت ودايما الخطيئة تبوز الارض يعني انت لما تتبقى عايش في الخطيئة او متخنق مع امراتك وراجل مزارع ممكن تلاقي النتيجة ان الارض ما بتجيبش حاجة الخطيئة الانسان تؤذي ممتلكاته فادم كان يمتلك الارض وعشان كده لو عايش في الخطيئة ارجع للرب عشان اللي بيحصل في ارضك وامتلكاتك ده من تدمير يتوقف لكن الصورة الكبيرة ان لما ادم وقع في الخطيئة الخليقة بيقي فيها ميكروبات بيقي فيها حاجات صعبة بيقي فيها فالخليقة نفسها تعبانة فيقول ايه الخليقة نفسها ايضا ستعتق من عبودية الفساد الى حرية ده في الملك الالفي فاننا نعلم ان كل الخليقة تتقن وتتمخض معا الى الان وليس هكذا فقط مش بس الكرة الارضية بتقن منتظر الملك الالفي بل نحن انفسنا ايضا نقن في انفسنا ليه عشان الاكساد بتاعتنا دي تعبانة مجاسة دي ده تعبان ما كانش كده لما ما كانش الجسد بتاعي كده قبل ادم يعف الخطير جسدي ده بيقن انا بيقن بالجسد ده عايز ايه عايز اخلع الجسد ده عايز اخلع الجسد ده وخلاص لا انا عايز البس الجسد الجديد هو ده اللي يحصل في وقت الاختطاف وده اللي حدث مع مؤمنين اللي هيحدث مع المؤمنين في العادة الجديد لما ييجي الرب كلنا هناخد الأجسام الروحانية الأجساد الجديدة زي ما بيقول هنا أن احنا متوقعين التبني فداء أجسادنا يعني ايه فداء أجسادنا يعني الجسد ده يستفيد من العمل الرب على الصليب يستفيد ازاي انه يتغير يتغير الى ايه الى الجسد الجديد الجسم الروحاني صورة السماوي نباء سماوي ومتى سيحدث هذا ده بيحدث في الاختطاف وقلتلك في الحلقة اللي فاتت أن مع الاختطاف أقول الحتة دي لأني مرة كمان لأني فيه ناس بتسأل عنها أن مع الاختطاف هيبى فيه البوق الأخير وقلنا أن كلمة البوق الأخير دي ده ليه اتسمى بوق الأخير لأنه كان الرومان في ذلك الوقت لما يحركوا الجيوش بتاعتهم يعملوا صوت بوق أول صوت يطلعوا من الخيمة ويلموها تاني صوت بوق يعملوا ايه يقفوا في الطبور تالت بوق أو البوق الأخير هو بوق الحركة فهنا البوق الأخير يعني ده البوق اللي هيدعونا الرب للحركة لارتداء الأجسام الروحانية إلى دعوة أن نكون سماويون والرب ياخدنا إلى السماء بأجسام سماوية وكمل معاك فيه الحلقة القادمة الرب معك إلى كل أحبائنا المشاهدين نقدم لكم كتاب الدم والعهد هدية مجانية من خدمة أنهار الحياة عند تلقي مرسلاتكم هيا اكتبوا لنا اليوم دون تأجيل وشاركونا بتعاملات الرب معكم من خلال البرنامج أو بأي استفسارات أو طلبات خاصة ونصلي معكم من أجلها راسلونا على البريد الإلكتروني mail at pastordaniel.org أو العنوان البريدي أنهار الحياة صندوق بريد 3030 الحرية هليو بوليس القاهرة جمهورية مصر العربية أو Rivers of Life P.O. Box 433 Greenford UB5 9BJ UK أو ارسلوا لنا بريداً صوتياً أو رسالة SMS على 012 500 77 88 وأخيراً ندعوكم لمتابعة ما يقدمه موقع خدمة أنهار الحياة الجديد باستمرار على www.pastordaniell.org الرب معكم وإلى لقاء في حلقة جديدة من برنامج شخصيات كتابية ترجمة نانسي قنقر